اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اولا مبارك الله فيك المصطلح الفكر التربوي هو وإن كان يستخدم بشكل دارج ونسمعه كثيرا حقيقة لكنه هو مصطلح ترى متخصص يعني هو ينقسم إلى كلمتين الكلمة الأولى هي الفكر والكلمة الأخرى التربوي أما الكلمة الفكر هي جملة من المفاهيم والعقائد والقيم التي يملكها مجموعة معينة من الناس أو مجتمع معين أو مجموعة من الأفراد أما التربوي فهي كلمة كبيرة وشاسعة ولها يعني معاني كثيرة حتى لو نأخذها من الجانب اللغوي وانت تعرف الفرق ما بين اللغة والأصطلاح الجانب اللغوي كلمة تربية لها ثلاثة جذور فالتربية من ربا يربو صحيح مثل قوله تعالى ويربي الصدقات يزيد وينمي نعم بمعنى النمو صحيح وكذلك رب هذا البيت بمعنى سيدة وقائدة وكذلك بمعنى القيادة والإصلاح أو الاستصلاح هذا لغويا هذا لغويا لم ندخل إلى الآن من الجانب الإصطلاح صحيح طبعا كي نعرف كلمة تربية إصطلاحا اللي هي أصلا جزء من المصطلح اللي ذكرت فيه اللي ذكرته تفضلت فيه حضرتك اللي هو الفكر التربوي نحن نريد أن نعرف من أي زاوية ننظر للتربية جميل فلنحن ننظر لها من منظور اجتماعي أم من منظور ديني أم من منظور سياسي أم من منظور فلسفي أم منظور بيولوجي لكن وبشكل عام إذا كنا نريد أن نختصر ونبسط على المشاهد هذا المفهوم نستطيع أن نقول أن التربية هي عملية ارتقاء وانتقال من نقطة ألف إلى نقطة باء تحكم هذه العملية الانتقال هو تصور السلطة أو الأفراد اللي يديرون هذا المجتمع وفي الغالب أغلب المجتمعات نتحدث من الإنسان البداي الأول إلى الإنسان الحديث يريدون إحداث تغيير في هذا الفرد بغية أو رغبة ويعني تخطيط الوصول بالإنسان إلى منطقة أفضل من المنطقة السابقة أو سيطرة أفضل من السيطرة السابقة فهي عملية إحداث تغييرات تختص طبعا بالإنسان وحده جميل تختص بالإنسان فالتربية هي معنية فالفكر التربوي نرجع لمصطلحنا اللي بدأنا فيه الفكر التربوي هو عملية أفكار أو مجموعة جملة من الأفكار والمعتقدات والقيم التي تحكم مجتمع معين بغية الارتقاء بأفراد هذا المجتمع إلى نفرض جدلا معايير الكمال أو سعي الكمال والازدهار والتطور وغيرها هذا فقط التعريف العام وهو ليس تعريف مفصلا بحسب زوايا النظر لها عالم الاجتماعي يصنفها ويعبر فيها بطريقة مختلفة ويعرف هذا التصريح أيضا يسميه بنفس المصطلح التربوي أم يطلقون عن المصطلحات لا يستخدمون مصطلحاتهم الخاصة فيه ولكن هو يجتمع بنفس المعنى التربوي خاص بمن المصطلح للفكر التربوي التربية هي خاصة بجميع أفراد المجتمع ولكن من يتخصص في التربية هو على الأغلب لديه نتكلم تخصص في تعريف التربية ولكن في الغالب التربية هي عملية تحدث بين كل أفراد المجتمع لا تحتاج أن تكون متخصص كي تفهم التربية لأنك أنت تمارسها ومورست عليك وستمارس عليك ولا زالت فهي عملية حادثة ينكر نواف المصطلح الفكر التربوي الآن هو يعني عرفا هو يختص بأهل التعليم وخاص بالتعليم ينكر نواف نريد أن نبين شيء مهم جدا وهو كثير من الناس للأسف يقعون فيه التربية شيء والتعليم شيء آخر بالفضل التعليم متمثل بالمؤسسة الحديثة التي نراها الآن من مدارس ومراحل تعليمية هي شيء طارئ الحديث الإنسان لم يكن لديه هذه المؤسسات سابقا هذا واحد وإيها أصلا مؤسسة يعني مؤسسات مستحدثة خلقها الإنسان أو أجدها الإنسان لإشباع حاجات معينة أو لتوظيفها في خدمة أغراض معينة لدى السلطة أو لدى المجتمع ولكن التربية نتكلم على كل لحظات التفاعل التي تحكم الإنسان منذ وجوده على كوكب الأرض منذ ولادته وحتى وفاته فنحن نتكلم على عملية شاملة كبيرة جدا مختلفة تماما عن العملية التدريسية بل أن العملية التدريسية هي أحد العمليات العمليات التربوية التي تحدث ضمن التنشية التنشية الاجتماعية فهي عملية صغيرة جدا في منظومة كبيرة جدا تسمى التربية هو من إطلاق العام على خاص هنا في هذا المجتمع بضبط طيب دكور نواف سأتكلم معك بالتالي كيف نفهم أو نتعرف على الفكر التربوي الذي يناسب المجتمعنا دكور نواف هذا السؤال يمكن أن يكون عميق لكن كيف ممكن الإنسان أو الباحث أو حتى المتلقي يتعرف على الفكر التربوي دكور بارك الله فيك دعني أفكرك السؤال لأنه فعلا السؤال يحتاجه أولا لازم نعرف أساسات الفكر التربوي الفكر التربوي هو متعلق بثلاثة عناصر أساسية أولا الإنسان ثانيا المجتمع وثالثا هو حاصل تفاعل الإنسان مع المجتمع اللي هو العمليات التربوية فلا يمكن أن نخلق فكرا تربويا يخدم أهدافنا ويلبي طموحات المجتمع ويصل بالإنسان إلى أفضل مراحل الانتاج والتوظيف الصحيح دون فهم حقيقيا لمن هو الإنسان ما هي المجتمعات وكيف تدار هذه المجتمعات وكيف نتعامل مع بعضنا البعض من خلال العمليات التربوية فهذه الأساسات الثلاث يجب أن نفهمها جيدا ومن ثم ننطلق أعطيك مثال على أساس واحد من هذه الأساسات هو الإنسان الإنسان عشان نفهم الإنسان أولا هناك حقول كثيرة من المعرفة والعلم تحاول أن تفهم الإنسان أولا عندنا علم النفس علم البيولوجي علم الأنثروغرافي علم السايكولوجي علم الاجتماع العلم مش تغيب المجتمع أكثر معاي لكن هذه أربعة علوم غير الفلسفة هذه أربعة علوم تحاول أن تفهم الإنسان ولم تفهم الإنسان لأنه كائن معاقد سبحان الله الله أعطاه هذه الصفة الميزة التي نستطيع أن نصف الإنسان ولكن لا نستطيع أن نفسل الإنسان فهذا الإنسان كان معاقد حقيقة بطبيعة الحال كان معاقد ولا تحكمه قوانين لا تحكم سلوكه أو تصرفاته وردات فعله قوانين على الرغم من كثير من العلم تدعي أنها تتنبع بسلوك الإنسان ولكن الإنسان بذاته صعب أنك تفهم كيف من الممكن يتصرف لأن ممكن ذات الشخص في موقفين مختلفين أو في موقفين مشابهين ولكن في حالة نفسية مختلفة يتصرف بطريقة مختلفة فأنت تتحدث عن حالة النفسية فنضرب أمثلة كثيرة أنك لا تستطيع أن تتنبع بطبيعة الإنسان وإنسان يمثل عنصر أساسي مع ناصر الفكر التربوي نعم الفكر التربوي كل حول الإنسان كله كل الفكر التربوي حول الإنسان إذن هو أهم عنصر في هذا بالضبط هو العنصر الأساس بالضبط ومن ثم نتكلم على المجتمع هذه طبعا أن أعطيتك أربعة علوم علوم كثيرة تتكلم في الإنسان فقط بتفرعاته نأتي للمجتمع المجتمع وهو كان كان ميتافيزيقي يعني كان هو مكون من أفراد إلا أن له آليات العمل المجتمعات لا تمشي ليست بهذه السورة تفهم الأفراد ثم تفهم المجتمعات لا المجتمعات كينات مستقلة فعندنا اتجاهات كثيرة وعلوم كثيرة تحاول أن تصرف المجتمعات غير علم الإجتماع وعلم السكان وغيره نعطيك مثال ثلاثة أشكال من المجتمعات عندنا مجتمعات مثلا ذات الاتجاه الجماعي التي تكون فيها السلطة هي المسيطرة وتكون مصلحة المجتمع فوق مصلحة الأفراد عندنا مجتمعات مثل المجتمعات الغربية التي يكون فيها الفردانية عالية جدا مثلا الفرد هو الذي يحكم وسلوكه وأخلاقه هي التي يعني يفترض أن تحترم وليس المجتمع وقيمه وأفراده وقيمه وعاداته وتقاليده فهنا فرق كبير يعني صحيح على حقوق الأفراد في تكوين ذاتهم وإيجاد نفسهم وكذلك لا يطغى التطغى الفردانية على حقوق المجتمع في الكيان والبقاء مثل الفردانية التي الآن أصبحت سيمة نستطيع أن نصف فيها المجتمعات الغربية والتي تريد أن تفرضها على بعض المجتمعات مثل المجتمعات لأنه و هذا طبعا شيء مرفوض بحكم أنها يعني لا تتماشى مع عادات المتقالي ذكر نتكلمنا عن العناصة الأساسية للفكرة التربوية ذكرت الإنسان ثم المجتمع هل هناك عنصر أيضا أساسي آخر دك النوع العمليات التربوية التربوية العمليات التربوية ما نصوط فيها العمليات التربوية العمليات التربوية هي حاصل تفاعل المجتمع مع الفرد وهي إن كنا نريد أن نفهمها نستطيع أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام أولا وأهمها وهي عملية مستمرة منذ بد وجود الإنسان على كوكب لار هي عملية التنشئة الأجتماعية عملية التنشئة وهي أهم عملية وهي مستمرة ما بقي للإنسان على كوكب لار ثم عندنا العملية التدريسية وهي عملية التي تكلمنا عنها قبل قليل وهي عملية مستحدثة ولها أشكال وأنواع ولها ركاز كتبت أن التدريسية يدخل فيها المناهج وما غير وبدرق وكلها بذرق وعندنا العملية الثالثة التي تسهل علينا فهم التعامل تسميها العملية التنموية وهي تدريب تعليم الطلاب أو الأفراد المجتمع بطرق مختلفة لها أهداف واضحة حرفية أو مهنية أو غيرها معي أو تخاطب بعض المهارات الجسدية لدى وكل عملية من العمليات لها شكل لكن أهمها العملية التنشيئة الاجتماعية لكن للتأسير قلنا تدريسية وتنموية لكن الأساس هي عملية التنشيئة الاجتماعية طيب دكتور نواف ساري الفنيسو طبعا حضرتك دكتور في كلي التربية في جامعة كويت نواف بالتالي بعد هذا التمهيد الجميل منك ما شاء الله تبارك الله دكتور السؤال أبرز كيف يتم أن تختار الدول الفكر التربوي الملائم دكتور لها وفق مجتمع وثقافته ومثلت هذه عناصر الأساسية في المجتمع هناك عناصر كثيرة يجب أن نضعها في علا اعتبار عندما نضع أهداف أو غايات للفكر التربوي أخوي حواسي يمكن أنت على علم وممكن كانت عندك تجربة أن كثير من الأهداف النظرية التي توضع سواء في مراحل التدريس أو في مراحل صناعة التربية أو الفكر التربوي حقيقة تكون غير واقعية ومن يكتبها يكون خلف المكتب لا يعرف حقيقة الواقع أي هدف يكتب يجب أن يراعي حاجات المجتمع الحقيقية والفعلية فلا يجب أن تكون حاجات أو أهداف بعيدة كل البعد عن الحاجات اليومية للإنسان هذا واحد يجب أن يضع بعيد الاعتبار أين أنت في ظل هذه المجتمعات الكبيرة أو هذا العالم الكبير فلا يبد أن تراعي آخر المستحدثات وآخر الأفكار المطروحة وأن تخاطب كذلك الجيل أو أفرادك بما يفهمون وما يرغبون فليس من المنطقي أن تكون أهدافك تراثية وقديمة جدا والأفراد التي تخاطبهم أو تقع عليهم تحقيق هذه الأهداف وهم أصلا يتخاطبون بطريقة رقمية مثلا فأنت تتحدث عن لازم أن يكون هناك وعيا حقيقيا لما يحتاجه للواقع وكذلك كيف من الممكن أن أنقل هذا المجتمع من نقطة ألف التي بدأنا فيها تذكر معي أخي حواس إلى نقطة باء معي وبأقل خسائر أو أقل تكلفة وأسرع وقت لأن أنت تتسابق مع الزمن الآن فالشعوب واستقرارها يعني مرتبط وبشكل كبير بمدى قوة ومكانة أفرادها سواء في التدريس في العملية التدريسية في العملية التنموية في الاستقرار النفسي في الصحة وغيرها وهذا مهم جدا الفكر التربوي هو اللي يقود كل التفاعلات اللي نشوفها إذن تقول لفكر التربوي هو هي صناعة بالضبع سنتكلم معك أكثر حول المفهوم هذا إن شاء الله لكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله إذن حبتنا أن نتكلم معكم أكثر إن شاء الله حول مفهوم الفكر التربوي المعاصر كل ذلك نتراها في حلقة اليوم خلقكم معنا طب القلوب فرحتها وفرحتها رجعنا معكم من جديد حبتنا وحلقتنا لهذا اليوم عن الفكر التربوي المعاصر وأرحب من جديد بضيفي الفاضل الدكتور نواف ساري الفنيس حيك الله دكتور من جديد إياك الله أذكر نواف لحفظك نتكلم معك مرة أخرى حول موضوعنا نعود اللي ما سبق وهو عن الفكر التربوي المعاصر أذكر نواف تركز كثيرا على موضوع دكتور التنشئة في هذا الجانب أذكر نواف أخوي حواس التنشئة هي تعتبر الركن الأساس بل الحجر الأساس اللي تقوم عليه الأسرة في المجتمع التنشئة الأسرية هي المعنية في هذا الفرد اللي احنا نشوفه يمشي في الشارع زميل لنا في كل مكافة التنشئة الأسرية هي الأساس فمن المهم جدا أن تكون التنشئة الأسرية تنشئة صحية وعندنا نماذج كثيرة للأسف خصوصا في هذا العصر الحديث نماذج كثيرة اللي تنشئة أسرية خاطئة أثرت سلبا يعني أنت لو وضعت خطط ممتازة على مستوى الفكر التربوي وكان عندك تصور جيد حول النهاية في نقطة باء لأن لم تكن هناك تنشئة أسرية واعية وصحيحة وسليمة لن تصل إلى نقطة باء بل ممكن تذهب إلى نقطة جيم دكتور عملكم امتداد لعمل البيت والأسرة امتداد دكتور عملكم بالضبط يعني أنت تعتمدون كثيرا بالضبط لا يمكن أن يعمل التربوي وينجح في مجاله لم يكن هناك تنشئة أسرية واعية وقادرة على يعني مساعدة هذا التربوي في إيصال المجتمع والفرد إلى النقطة المراد الوصول لها وعندنا نماذج كثيرة أو نماذج سلبية كثيرة للتنشئة الأسرية إذا يسمح الوقت ممكن نتطرق لها أتكلم مشكلة على شكل الأسرية ما في شكالية إحنا عندنا يمكن في الكويت مشكلة يعني حتى حققت نسب عالية جدا وهي مستغربة وتعتبر أعلى من المتوسط بكثير عندنا التشتت الأسري ومشكلة الطلاق هذه يعني مشكلة هو سنة الحياة أن تكون هناك طلاق صحيح لكن أن تكون النسبة نسبة طلاق الكويتي للكويتية 61 إلى 62% بالعام الواحد من عدد المتزوجين في العام الواحد فهنا نتكلم على أكثر من النص وهذه نسبة عالية جدا فنحن نتكلم على تنشئة الأسرية ما فيها استقرار وفيها تشتت نعم الإشكالية ليس في الطلاق المشكلة في تبعات هذا الطلاق فهذه إشكالية كبيرة وهنا نرجع إلى مشكلة أخرى يعاني منها التربوي أن القانون القانون الكويتي وقانون الحوال الشخصية في الكويت حقيقة لا يخدم المحظون وهذه إشكالية أخرى بل أنا أرى من وجهة نظري أنه فيه تحامل على المحظون وعدم رعاية رعاية حقيقية للمحظون ولعلي أضرب لك مثال نعم القانون في الكويت ينص على أن الحضانة مثلا وهي جزء بسيط من عملية التنشئة الأسرية للهم وهذا لا بأس فيه شيء جيد وشيء منطقي ونحن نرى في ذلك ولكن لا يضمن للأب مثلا أن تكون العلاقة الصحية بينه وبين ابنه ويضمن لهذا الشيء لأن للأسف بعد الطلاق تصبح هناك كثير من المشاكل فيبدأ العسرة ممتمثلة بالحاضنة بتلويث العلاقة ما بين الأب والابن أو البنت أو المحظون بطريقة خطأ فالقانون لا يضمن للحاضن وهذه الحالات كثيرة حقيقة يعني لا يضمن للمحظون علاقة صحية مع كل الطرفين وإنما يضمن حقه في أن يعيش مع طرف وهذا خطأ أنت تريد علاقة صحية هذا واحد من نماذج أحد النماذج الكثيرة عندنا الحماية الزائدة عندنا الأهمال الأهمال الجسدي الأهمال الديني المهمال الفكري يعني إحنا الأهمال الجسدي عندنا مثلا في الكويت لأسف في الكويت محققين الرقم الأول في العالم على مستوى السمنة سمنة صحيح وهذه مشكلة فيه مال جسدي معنات الأب والأم هذه التنشية الأسرية بالضبط الأب والأم ما قاعد يؤدون دورهم بطريقة صحيحة يحمون طفلهم من العادات الأكل السيئة يعني فهم كلامك أن الفكرة تربوي تطبيق ونجاح وانعكاس لرقيد كل المجتمع بشكل كامل اجتماعيا ونفسيا بالضبط بالضبط هو أشياء عملية شاملة ولا يمكن أن ينجح أي تربوي أو أي فكر مهما كان نموذجي بدون آليات العمل وأول مكونات العمل هي مؤسسة الأسرة تتكلم عن مؤسسة الأسرة قد تسأل أحدهم يقول له طيب لماذا لا تربوي يكون عنده هذا التحدي في التغيير دكتوري لماذا يبي الأمر تكون عنده جاهز لماذا لا يواجه مثلا حالة فيها هذا التشتت وهذا الضيار فيحاول أن يخرج هوان يعني ينجح فيها تربويا بهذا الجانب أكيد صعب لكن هذا التحدي دكتورنا أكيد هو أستاذ حواس التربوي بالنهاية لا يملك مؤسسات هو يستطيع أن يكتب يستطيع أن ينظر يستطيع أن يعلم الطلاب الذي عنده لكن بالنهاية هو لا يملك أن يفرض يعني أعطيك مثال أنا لو كان الأمر بيدي منظومة تعليمية التدريسية التي تخرج المعلم الآن التي تخرج المعلم الآن يجب أن تتغير جدرية لأنها لا تتواكب مفهوم الفكر التربوي أصلا الصحيح والسليم من وجهة نظرية واضح المنظومة الأسرية يجب أن تتعدل المنظومة مثل مشكلة الطلاق عندنا في الكويت نعم ما هي الأسباب التي تجعل من الكويتي والكويتية يطلقون مثلا 60% بينما الكويتي عندما يتزوج أجنبية نسبة الطلاق تقل إلى 16% ما هو الفرق معناته في خلل في خلل عن مستوى الفكر التربوي واضح في مستوى القيم الفكر العادات الأفكار التي تحكم مسؤوليات الفردين لأنك عندما تتكلم تنشيئة أسرية صحيحة فرد يفهم دوره في المجتمع ناجح في أسرة بعد ما يخرج من أسرة يتزوج يكون أسرة في يكون ناجح في أسرة بس لما يتربى في تنشيئ أسرية خاطئة يخرج من هذه الأسرة متوقعا يعني تعامل قريب من هذه الأسرة التي كانت مبنية على تعامل خاطئ أصلا فلا ينجح فالعملية الدور هي الشكل يعني يصير حالة طلاق ومن ثم يبدأ يعامل طفلة أو المحظون بطريقة غير جيدة إذا تذكرنا يعني النجاح أي فكر تربوي معاصر هل هو يرجع إلى وجود منظومة وشروط في هذا الفكر أم وبالتالي يعتمد كليا على هذا المجتمع والتنشيئ الذي فيه تكرنا مواف يعني بالعربي النجاح ينسب لمن إذا نجح الفكر تربوي هل إلى المجتمع بأنه عنده تنشيئ سليمة أم إلى المضومة كانت تكر سليمة فيها الجانب حقيقة النجاح إذا كان هناك نظريا نجاحا فالنجاح ينسب للجميع لا يمكن أن يعمل شخص بمعزل عن باقي المؤسسات ولا يمكن يا أستاذ حواس أن يكون هناك نجاحا إن لم يتبنى هذا الفكر التربوي على أعلى مؤسسات لا يمكن أن يتغير حال لا شك كلنا نعلم أننا الآن نمر في فترة تصحيح المسار ونسأل الله أن يسدد خطأ أميرنا سمو الأمير الشيخ مشعل وسمو ولي عهده لما يحب الله وعلى أرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة عشان يصححون المسار ويساعدونه في الانتقال لا بد أن يكون هناك أهداف واضحة الكل كل أفراد المجتمع بكل مؤسساته نحن الآن في برنامج إعلامي الإعلام جزء من المؤسسات المعنية بالتنشئة الأسرية صحيح وهي سبب كذلك من أسباب نجاح التربية الأسرية أو فشل التربية الأسرية لعندنا نماذج خاطئة في التنشئة الأعلامية وعندنا نماذج جيدة في التنشئة الأعلامية لا شك معي فهذا جزء كلنا نكمل بعضنا فالترضى ويفكر ويحلل ويعطي نتائج ويعطي حلول ومن ثم الأعلام والأسرة والمؤسسات الدولة تقوم بتطبيق هذه الحلول ونقيس النتائج فنقوم أو نقيم ومن ثم نقوم وهكذا وكل المجتمعات تقوم بعد سقوط وتعمل بعد ضياء وهكذا نحن الآن نحتاج أن نقوم وأن نعمل لأن كثير فاتنا لكن إن شاء الله الخير جايب نتكر نوافع في التفاعل هذا مشاريع جميل تكبر منك سأكل الله خير لكن تكبر نريد المنظمات كور الفكري التي نجحت مع الإنسان كور كيف نجحت في ذلك إذا أخذ أيضا نماذج وأن في الحل هو في نجاح في تحقيق الأهداف وفي نجاح على مستوى الإنسان نحن من الإنسان البداية الإنسان البداية نجح مثلا على مستوى البقاء استمر فهذا هو النجاح هذا كان هدفه البقاء نحن البقاء صحيح وكذلك الإنسان مثلا في التربية الفرعونية نأخذ عنه مثال نجح في تحقيق مثلا هذا الإنجاز الكبير على مستوى الطب الهندسة الفلك العلوم طبعا هذا كله كان برغبة من السلطة تمثل بفرعون بصناعة هذه المقابرة وبناء هذه المقابر وعملية الخلود والموت وغيرها هذا فكر تربوي هذا فكر تربوي نعم هو الفكر التربوي نعم هذه نماذج الفكر التربوي عشان نفهم الفكر التربوي أصل لازم ندرسه تاريخيا لأنه إذا درسناه تاريخيا يصير عندنا دلالة واضحة لما نحن عليه الآن كيف وصلنا الآن إلى هذه المرحلة لأنه بدون التاريخ الفكر التربوي يعني نفقد نفقد الشيء معناه وقيمته فالأمتداد مهم جدا صحيح ما يعني فكل التربيات تربية السبارطية يعني مشهورة مدينة السبارطة في مقاتلين للشيريسين استطاعت أن تحول الإنسان أو تمسخ الإنسان إلى آلة قاتلة ونجحت في ذلك وعندنا قصة حصان طروادة مشهورة لكن هذا التربية الشيء التي تبيه مهم جدا نحن نبيل الإنسان الشيء الذي يبيه فالتربية الناجحة من وجهة نظري هي التربية التي تستطيع أن تستكشف مكنونات هذا الإنسان وتخرج أفضل ما فيه لا أن تقول لهذا الإنسان ماذا يجب أن تكون وهذا فيه فرق كبير في المفهوم وفي الآلية على المستوى النظري أن تقول للإنسان هذه الخيارات التي أمامك نريدك أن تكون كذا أو كذا أو كذا أو كذا وكل مهنة نعطيها هذه القيمة على مستوى المجتمع بينما التربية التي تحاول أن تخرج أفضل ما أفضل ما عندك كل الأفراد وهذا هو أنت الإنسان كنز صحيح كنز والعلي أعطيك شيء تستغرب منه بعض النسب نسبة الإبداع في الأطفال ما قبل المدرسة تصل لـ 98% نسبة الإبداع والإبداع هنا نقصد فيها الخروج عن التفكير النمطي عن المألوف عن المألوف بينما تتوقع أخوي حواس كم نسبة الإبداع بالطلاب ما بعد الثانوية العامة ما بعد الثانوية ما بعد الثانوية العامة قبل شيء كان ثوان تسعين طيب الآن يفترض تكون كم أكثر يعني أكثر صحيح تصير 2% يا الله ما حتى بره واحدة بالضبط 96% من نسبة الإبداع ذهبت من الأطفال ليش؟ ليش تكتر؟ لأن مثلا نظام التعليمي ما يخاطب مهارات الإبداع وإنما يخاطب مهارات التلقين الحفظ والاستظهار تعليم التقليدية فمع الوقت تضمح لكل هذه الأفكار الإبداعية ويبدأ الأطفال أو الطلاب يفكرون بطريقة نمطية والإبداعية يريدك أن تفكر بشكل غير نمطي فنحن نتكلم على نظام تربع ويتبنى فكرة استخراج أفضل ما عند الإنسان واكتشاف مكنوناته لأن الإنسان كنز الإنسان هو الذي صنع كل هذا الذي نرى إذن الكور فعلا تفضلت أن كل مجتمع ثقافة وفيها الجانب أنا كنت دائما أشرح لطلابي أن بعض المجتمعات كانت تزهد مثل تربية المسيحية تزهد في الدنيا وكننا نشرح لهم كذلك التربية الإسلامية كيف كانوا الصحابة زاهدين في الدنيا وليس شغلهم مشاغل الدنيا حتى رأيت وما تخيلتها حقيقة أن تكون شيء عمله تعرف سبحان الله لأن الإنسان منغمس في هذه الدنيا فلا يستطيع أن يتخيل هذه الأشياء النظرية فرأيت مشهد قبل مدة لأحد الأمهات الغزاويات أسأل الله أن يفك عوقهم وأن ينصرهم على عدوهم هذه الأم وكان يعزونها في ابنها فكانت تقول لا تعزوني هذا هو طلبة وهو قال يا أمي من زمان يقول من هو صغير يقول يا أمي لا تبكين علي أنا ما رح تقدرين تزوريني ما رح تقدرين تزوريني لأن أنا بالنسبة لي يعني رح أموت في البحر ويرح تأكلني الأسماك فكيف يعني نمى هذا الطفل أو هذا الشهيد نعم كيف تنشأ إذا دكتور فعلا يعني موضوع مهم وجميل وإن شاء الله نكمل معاك حلقة أخرى الحديث بقية نواف نشكر لك كل الشكر على هذه الحلقة ضيفي الفاضل الدكتور نواف ساري لفنيس نقول لك فعلا قواكر نذكر وأثرتنا في الحلقة قواكر الله زاك الله نساعدين فيكم أيضا نشكر لكم أيها الحبة على هذه المتابعة انتظرونا إن شاء الله في حلقة مقبلة وأيضا موضوع جديد حتى ذلك الحين نقول لكم في أمان الله ومع السلامة اشتركوا في القناة